ثمانية حيوانات يأكلها البشر وهي حية واحد سانكاجي وهو طبق يقدم في كوريا وهو عبارة عن أذرع لخطبوط التي يتم قطعها وهو ما زال حيا ثم تقدم مباشرة إلى الزبون ويمكنك الإحساس بحركة الأذرع وأنت تمضغها في فمك جدير بالذكر أن فتحات الشفط الموجودة في ذراع الاخطبوط تجعل من المحتمل أن يعلق الذراع في حلقك اثنان قنفذ البحر يعتبر تجميع قنافذ البحر في إيطاليا وأكلها مباشرة من الممارسات المشهورة هناك حيث يسموها ريس ديماري لكن بسبب أن الجزء الصالح من الأكل موجود داخل قنفذ البحر فأنه يتم استخدام أداة لفتحها ولتحاشي الشوك يتم تناول جزء الداخلي بالملعقة في حين يفضل البعض إخراج الجزء الداخلي بلسانه ثلاثة أودري إيبي أودري إيبي نوع من الساشيمي وهو طبق مأكولات يابانية يتكون بشكل رئيسي من مأكولات بحرية نيئة مقطعة إلى شرائح رقيقة يتكون من صغار الجنبري إذ تتم إزالة قشرة الجنبري وفي بعض الأحيان رأسه أيضا ويتم قليه وتقديمه في حين لا تزال قدمه تتحرك أثناء الأكل أربع الجنبري المخمور يشبه النوع السابق ولكن هناك اختلافات طفيفة الأول أنه يأتي من الصين وليس اليابان الثاني أنه لا يقدم حيا دائما لكن عندما يقدم حيا فأنه يأتي معوعاء من بايجو وهو شراب يحتوي على كحول بالنسبة تتراوح بين 40 إلى 60% في هذا النوع من الجنبري يكون أكثر نشاطا عن الأودري إيبي حيث يتحرك محاولا الهرب بل يحاول الآكل الإمساك به ووضعه في فمه قبل أن يقفز كما تشعر أيضا بحركته في بطنك بعد بلعه إذا لم تمضغه جيدا خمسة صلاطة النمل مطعم نوما موجود في الأساس في كوبنهاجن إلا أنه انتشر حول العالم مؤخرا ويعد من أفضل المطاعم ويرجع ذلك بسبب طعامه المفتكر أحد أفكارهم المفتكرة هي صلاطة النمل التي يقدمونها للزبائن والنمل يتحرك فيها ببطء بسبب تبريدها ومن المفترض أن يكون طعمها أشبه بعشبة الليمون يبلغ سعر الصلطة 300 دولار 6- كاسو مارزو هي جبنة من جزيرة ساردينيا تصنع من حليب الماعز لكن يتم تقديمها بعد أن تعفنت حيث يوجد بداخلها يرقات حية وفي حين يأكلها البعض باليرقات الموجودة داخلها إلا أن البعض الآخر يقوم بإزالتها 7- ضفدع الساشيمي عندما يقوم الزبون بطلب هذا الطبق يقوم المطعم بإحضار ضفدع حي ويتم تقطيعه وأخراج أحشائه وهو حي لا يقف الأمر عند ذلك فقط إذ يتم عمل منه شوربة وتقطيع أجزائه وتقديمه في الطبق للزبون وما زال قلبه يدق وعينه تتحرك 8- إيكزوكوري نوع من الساشيمي وإيكزوكوري تعني أعد حيا وهو عبارة عن سمك يختاره الزبون وهو ما زال حيا في المطعم ويقوم الطاهي بتقطيع لحمه فقط وترك أجزائه الداخلية موجودة فتظل السمكة حية ويتم تقديمها للزبون على هذا الحال وفي بعض الأحيان يرى قلب السمكة وهو يدق بجانب حركة فمها أثناء أكلها ادعمونا بالاشتراك بالقناة ولا تنسوا الضغط على إعجاب ومشاركة للفيديو ولمشاهدة الفيديوهات السابقة الرجاء الضغط على الصور وشكرا ترجمة نانسي قنقر